طلقت الزوج ديالها لأنه كان تعاني من القدف السريح هذه الحالة ديال واحد الرجل معها مرته من مناطق قروية من البوادي في المغرب ماشي من قوله المدن المتحدة ديرها ولكن هاد المراه هذي حقيقة فيها بزاف ديال المعاني ودى المقاصد لكل النساء ديال المغرب فهو مني عايت لي المهم وشرح لي الحال هذه الوقت لان انا مجوج هذي ثمانية سنوات ودفع عندي جوجي الولاد وخمس سنين وثلاث سنين وهذه السنة باش طلقنا وقال له شك اللي طلب تطلق قل للمرأة قل لي عندي قدف سريع وقال لي عندي قدف سريع يعني ماشي غير سريع يعني بعد نوبات الاكترية ما تنوصلش حتى تقع باش يعني اللي ندخل تنقذ في قلت له واش كنتي تضار حتى نجتني غريبة يعني واحدة اللي نقل في المدن يعني قلو في البوادي وكادا وهي لرى تطلق عليه تنقذ في السريع اشنو خلتي العيالات في المدن لأن عامة المرأة العربية والمرأة المغربية نقلو يعني دائما ساكتا ضربها ساكتا عدبها ساكتا قجها ساكتا المهم عندو شد درابة جنسية ساكتا ما تتخدرش الدفع على حقا ولا التشهاج هذه اللا هذه خرجات من العيالات المغربية العادية وخمقارية مولو ولكن يعني تدفع على حقا ماشي ذاك الوضع نقلو في المرأة العامة المرأة العربية اللي شوية نقلو في وضع يعني اللي دربها رجلتها الدار بحايل نقلو وضع مدلول يعني أنا جني غريب كيفاش واحدة من البوادي رأتطلق رجلها أعلى حيث عندو قد في السريع ثمانية سنوات وهي صبر عليه المهم قطلو الداويتي قال أنا مشيت زعمها وما خلت مغفطيها وما خلت العشوب وقادك المشكلة عندي دائما وهي طبعا في كل علاقة جنسية هو تجيبش هو دياله وهي ما تجيبش والمرأة تبقى مقلقة ومعصبة ومسعورة أنا بغيت نفهم واش هي طلقاتو غير على هاد المشكل ديال قد في السريع ولكن شي مشاكل وحقق فعلا رجل ميدو بسلو رجل طيب ومتخلق وتيحشم ومتدين وما تيفسدش قطلو عمك ضربتها قال لي في حياتي عمري ما ضربتها قطلو واش نقصها شي حاجة قال لي والو شينو بك أنت تتغنل مع الأهل ديالو قطلو أن ما نبقى السكنة مع العائلة ديالك وذلك شي عصني السكن قال لها ما تعودش المهم دا لسا كان ديالها وكذا بوحدها ولكن بقى المشكل ديالو بوحده مني مشاو عند القاضي وكذا تتعرف يعني الناس تتحشم خصوصا في البوادي وكذا مني قفت قدام القاضي قتلو سيد القاضي ديب أنا بغيت طلاقا لا علاش قتلو أنا هذا نجل تيضربني وتيتك رفسا لي وما تينفق علي وما تيسميتو ما تشي حاجة منتش وهو يعني تشي كل كده بحقيقة لأنه يحشمت تقول راجلي عنده قطف سريع من سوء القاضي الراجل قال له انتش تتقل في هذا الكلام قال لنا زعمه ما تنضرباش وكذا وسميتو ولكن يعني بنتنا المشاكل وتنتغنو وتنتهزو وهو براجل ما قدرش يقول له بأنني عندي قطف سريع لأنه إذا بزاب المشاكل جنسية تقدر توصل يعني القاضي ولكن لما رأيت كده ورجل رأيت كده ما رأيت كده لحقيقة علاش بغي نطلقه هو يعني التقهر يا راجل لأن المرأة مصير قتلو قولو ما نشوفكش قال لا عطيني هيش وياديا الوقت عاوتاني نشوف شي طبيب على الله يسهل الأمور بإذن الله والأمور تصلح ومن طلقوش ويقالوا الذي مكرفس وحقيقة زعمه كان المفروض على أنها تزيد صبر شوية ولكن هي صبرات 8 سنوات ما تيضربها ما تيتكرفس عليها ما تيعدبها ما تيشتمها كلام دياله طيب فقط المشكل الوحيد اللي عنده القدف السريع ما بالك شهاد العيالات عندنا في المغرب كما أشعرنا اللي قجها واللي طرشها واللي هرسها واللي ضربها واللي تكرفس عليها وزيد 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 شك الله عليها مشيحنا تنشجوها للطلاق اللي عجبني فيها هو أنها تتدافع على الحق ديالها أن من حق المرأة تهي تكون عندها شهوة جنسية وما كان شي ضرب عليها طبعا إلا كانت المرأة مثلا تتكرفس وتتتدرب وكادة سبقى ساكتا قال لا تتدافع على حقها أن تتصبر المرأة على ذاك العدب كيف الشي طلعو الأولاد؟ زيرو هذا مستيه هذا حمق هذا كاذا هذا مخدير هذا اسميه هذا اسميه إذا يعني دائما تنقول المثل تقول هم يؤيت خسولكم على كومبانيا إما نتعيش مزيان إما يعني الإنسان ما يصبرش على الدل والأهوان والآذى هذه اللي قاتلوه أنا ما نشوفه كما نراك فقط لأنه عنده القدف السريع طبعا هو ده بمسكين قال أنا ما خليت ما جريت ما خليت العشابة ما خليت الفقهة ما خليت تنجري أنا ما بغيش انطلق وعندي ولداتي وراجل طيب يعني خالوق يعني الحمد لله أنا ما شفته زعماء ودار معايا يعني الفحص وخصوصا أتذكر دي الوم زيان الخيسية دي الوم زيان انذكرت بك الله ماشي عشرة على عشرة عشرين على عشرة يعني يقدر يجوجه عيالات المشكلة هو اللي عنده الوحيد هو القدف السريع أما رجل متخلق طيب متدين ماته بسدمت تشيح عشرة نمي الوحيد طبق الله عليه يعني ولكن هي أصرت على هذه القضية واش من حقها؟ من حق طبعا المرأة مثلا علاش إلا كان رجل عنده قدف سريع وماته يتعالش تبقى ذلك المرأة حياتك كاملة تعاني من هذا المشكلة هذا لا وإلا كان عنده مشكلة في الانتصاب ماته نشعر من رجل ماته ينتصر وش قاعد ذاكع رضي ياله تبقى صبر عليه حياته كاملة لا حنا هنا يا ماشي تنشجعه على الطلاق ولا شيء عجل لا هو الأسف الشديد يعني لو يعني عالجناها من قبل كان متوصلش هات القضية يعني الطلاق لأن هناك أدوية الحمد لله وهنايا مزيان هذه القضية تتعلمنا بزياد الأمور ربما هات السيدة تلقات من رجلان لأنه هو متعالش مزيان وهناك عندك بزياد العشاب والفقاهة ومشاويدين اللي تقول له هذا اخد هاتي وتاخد هاتي بدون أي فائدة إذا الإنسان لكل تخصص تخصص لا ما قلتش فهم أنا بشي مجال قل الله يخليك أنا ما فهمش هذا المجال وخلقون طبيب أنا ماشي تخصص ديالي شوف الطبيب الفلاني لعلى الله يفتح لكم الأبوام درحمه وما يوصلوش هما لهذا الطلاق إذا هما وصلوا لهذا القضية أولا هي عندها شخصية قوية من حقها تهي على أنها جيب تأتي الشهوة ديالها ما تبقاش يعني أنوبجي سيكشويل وهذا القضية ديش حال نبتا نشوفوه في المجتمعات المغربي ديالنا المجتمعات العربية المغربي والمجتمع العربي بصيفة عامة يعني المرأة تتكون أنوبجي سيكشويل الرجل بغاها في الصواح فقاف الليل بغاها في اسميته هيا تتخليه أوصافي ما عنده رغبة ما عنده شعوة ما عنده اسميته هذي قاتله لله هذي تمسني وانت تعذب فيها وانت عندك القدف السريع أنا والله لا صبرت على هذ القضية هذي وطلبت الطلق ورغم ذلك عنده جوج الأولاد يعني جوج الأولاد واحد خدته وواحد هو أخذه يعني تتعرفوا المرأة بعد أنه بتكون عنده الأولاد تتصبر وخي قتلها الرجل أيها تتقول أنا أنت صبر على أولادي ما عندي ما ندير وخي يدير بها اللي دار وهذا وضع كاريتين حنا تنتمنى وطبعا في المستقبل الرجل ما عندهش الحق يعدب المرأة والأول مرأة ما عندهش الحق تعيش فلاسوف فرانس في العذاب طبعا المرأة تعيش في العذاب وكذا وسميته هذا الضعف الشخصية طبعا هناك جوانب أخرى ولكن هذه الحالة حقيقة اللي حكيت لكم فيها بزرد المعاني من أهم ما على أن الرجل عنده الحق يأتي شاهو دياله لما رأتهي عنده الحق تأتي شاهو دياله يعني وطبعا ما تصبرش على الأداء زواء كان لديك الأداء جنسي أو الأداء كما بغى يكون إن شاء الله تمنى على أنكم استفتونا هذا الحال إن شاء الله تشاركونا في فيسبوك دكتور بنياشو يوتيوب دكتور بنياشو وإنستغرام دكتور بنياشو ما وعدونا كل يوم الاثنين على الساعة العاشرة بالليل إن شاء الله فحوصات عن طريق الواتساب 06-60-00-9550 06-6400-42550 بالنسبة للفحوصات لا كنت يبغي الفحص تتقل شكرا لكم وإدم الله عليكم الصحة والعافية